بحفظ الله ورعاية عادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله العاهل أرض الوطن هذا اليوم قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أن ترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي أنهت أعمالها في العاصمة الرياض في وقت سابق من اليوم وكان جلالة الملك المفدة غادر أرض المملكة العربية السعودية بحفظ الله ورعايته أيضا إلى أرض الوطن وقد بعث عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية شكر إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية هذا نصها خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا ونحن نغادر المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد مشاركتنا أخواننا أصحاب الجلال والفخام والسمو قادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت في ضيافتكم حفظكم الله أن نعرب عن شكرنا العميق وتقديرنا البالغ لمقامكم الكريم وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على ما قبلنا به والوفد المرافق من حفاوة بالغة وحسن استقبال وكرم ضيافة عكست عمقى ومتانة العلاقات المتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبين الشقيقين ويسعدنا أن نعبر عن أصدق مشاعر السعادة لمشاركتنا في هذا اللقاء الذي جمعنا بالإخوة أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول المشاركة للتشاور وتبادل الرأي حول ما يهم دولنا وشعوبنا من قضايا ولتأكيد وتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار لدولنا وشعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع إن اجتماعنا الذي عقدناه في ضيافة جلالتكم وما توصلنا إليه من قرارات أكدت ما نحرص عليه جميعا من عزم على العمل معا نحو تحقيق أمال وطموحات شعوبنا في كافة المجالات سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية والسعادة وأن ينعمى على المملكة العربية السعودية الشقيقة بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار والعزة تحت قيادتكم الرشيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر